أحصت هذه السنة وزارة التربية الوطنية عدد من التلميذ الذين تم فصلهم من الدراسة وتحويلهم إلى الحياة المهنية لأسباب تتعلق بإعادة السنة لأكثر من مرة أو لعامل السن وككل عام تعتبر عملية إدماج التلميذ الراغبين في إعادة السنة من الإجراءات البداغوجية التي تسمح للمفصولين بالعودة إلى مقاعد الدراسة عبر كامل المؤسسة التربية عبر القطرة الوطنية يوم الاثنين العاشر من شهر أكتوبر من سنة الفين واثنين وعشرين حيث تضم تشكيلة هذا المجلس مدير المتوسطة ومدير الثانوية حسب الحالة النادر على مستوى الثانوي مستشار التربية ومستشار التوجيه والإنشاد المدرسي والمهني والأستداء المكلفون بالتنسيق على مستوى المستويات الدراسية للسنة الدراسية الماضية وكذلك يتم دراسة هذه الاكتماسات وفق مجموعة من الاعتبارات مدى استعداد التلميذ للنجاح خلال موسم الدراسي الحالي وذلك بمراجعة نتائجه خلال موسم الدراسي الماضي وتحلي التلميذ بالانضباط المنتظم أي الحضور المنتظم لتبليغ القرارات يوم 11 أكتوبر 2022 جميع الأولياء وكذلك يجب احترام خلال مجلس السن القانوني والإجزامي بعد إرجاع ما يمكن إرجاعه في المرحلة الأولى مع نعقاد المجلس الاستثنائي بالمؤسسة التربوية تبقى بعض الملفات المرفوضة والتي تحول بعد ذلك آليا إلى مديرية التربية لمنحها فرصة ثانية لما يشهر القائمة من لم يجد اسم ابنه أو ابنته فعاليه أن يقدم طعنا لدى مديرية التربية فمدير التربية يعقده مجلسا على مستوى المديرية لاتخاذ القرار المناسب تنتهي العملية يوم 17 أكتوبر ليدمجوا المعنيون في الدراسة ويعادوا بشكل عادي هنا الإدماج ليس إجباري على الأولياء أن يتفهموا حسب مناطق الضغط لأن هناك اكتظاظ في بعض المؤسسة التربوية وإن كانت في الجزائر الوسط قليلة ما كانش يعني نتكلم عن الجزائر الوسط حسب الأماكن البيداغوجية المتوفرة وعندما يكون نحن نخدم بالنظام لمقاطعات الإدارية عنا أربع مقاطعات إدارية فالمقاطعة الإدارية عندما يكون هناك مقاعد بيداغوجية في مؤسسة أخرى تتبادل المؤسسة التربوية حسب الشعب وحسب التخصصات عدد التلاميذ وهي على حسب المقاعد البيداغوجية على أنه لا يشكل اكتظاظ بهذه الطريقة تقضي وزارة التربية تدريجيا على نسبة تسرب المدرسي لكن هذه السنة يبدو أن عدد الملفات على غير العادة فكلما تحصنت النتائج العامة كلما قلت ملفات إعادة الإدماج